ترأس سمو الشيخ منصور بن زايدة لنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الدوري الذي تم عقده اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة تطوير تشريعات المنظومة القضائية وسياسات لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة ومقترحات لفئات جديدة من الأسهم يتم طرحها من قبل شركات المساهمة العامة في الدولة